أقل ما حكم الإسلام أو ما رأي في الرحلات العلمية التي تغان في السنين الأخيرة للجامعة ماليزيا مصر بحجة الفائدة العلمية الكورسات وهي مختلطة وحجة سفر الفتيات أنها رحلة ميمونة ميمونة بالله متجاهلين الحديث سفر المرأة من غير محرم يخوان نشوفوا أكلمك النصيحة لو عندك أختك أو وحدة سألتك عن الموضوع هذا على مسؤوليتين أقول لا ما تمشي ولو يرفضوك من الجامعة ما تمشي وحرام ولا فيه نقاش الموضوع هذا في جانب السؤال بهناك طيب طيب قال رسالة للجان المنظمة لهذه الرحلات الإخوان والأخوات وأولياء الأمور طيب رسالتين الدارة وصلة للسامعين ويبلغوا ما الكلام ده ما بجوز لمرأة وخاصة خاصة الفتيات اللي يسافروا في فترات الجامعة أو بعد التخرج في إحلاد علمية زيدي أولا مجرد السفر حرام مجرد السفر ولو بنات براهن لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل الإمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم أول حاجة مقحلة لا كسفر اتنين السفر دي معاهم أولاد يمشوا معاهم من هنا وده مصدر بتاع فساد ومصدر بتاع الشر الله بيعلم ما تتخيل إمتى اللي هو هذا اللي يمشوا هنا وكثير من البيجوا بننظموا الرحلات كثير منهم ما كلهم قد يكون في ناس قصدهم الخير وكده لكن كثير منهم غرضهم من الرحلة العلمية غرضهم الرحلة البناتية في البنات دي دارين سوقوا البنات هناك لأن الوحدة لما تستفرد بها في بلد تانية غير البلد بتاعتك ويغيب الرقيب ويبعد الأهل ويبعد الإنسان البحاسب ويتهيأ الجو جو الفوضى اللي ماذا يبلدنا هنا بعد ذلك بيحصل أشياء لا تحمد عقبها عشان كده زيادة على الحرمة دي فيها تعرض للتألك وانتهاك العراض ما بجوز لك والله أنا لو بيبتي ولا أختي أو قريبتي عندي عليها ولاية وسلطان ما أخليها لو من الرحلة دي براء بدوها شهادة بتاع الدكتورة من الرحلة دي بس تجي من هناك عندها ولا ما خلاها تمشي ما بجوز يا شباب وده انتهاك العراض طيب اتخيل معايا البيت دي هناك في ماليزيا ساقه واحد وما رقبها اها تعمل شنو يعني ها وحتى عطريت تقول شنو ده مصدر بتاع فساد وشرط عشان كده الشباب اللي بينظموا الرحلات دي يتقوا الله يعملوا رحلة بالأولاد فقط يسافروا الأولاد دار تمشي ماليزيا دار تمشي غيرها في رحلة علمية مع الضوابط انت ذاتك كولد انت قال الرحلة لك متاحة كولد ما اي بلد انت بتمشي لها كويس الان لو رحلة للسعودي امشي رحلة ليا مصر ليا ليبيا معلاش دي بلاد اسلامية لكن من هنا انت يقول لك موديناك كندا كويس دي ذاته ات الولد خليلبي ت الولد العلماء قالوا اني بشرطين يكون عندك دين وتغوى ما اتدقع في الفواحش لكن زول ما عنده اي دين واقلا يقول لك بس كدين نصل كندا دي نشوف البحصة شنوناك ده حرام عليه والله ولا بقول ش ده حرام ما يمسي كويس بعدين يكون عندك علم بيحميك من الشبهات لان هناك اول ما تصل يلاقوك الجماعة دي الكفار وتعال معانا ويسوع الرب وطوبة لمن تغبله الرب وكبت ما عندك علمه ما بتعرف ممكن يضيعوك تبقى ناصراني ولا ممكن تتغشي بين شبهة وشهوة اللي اتنين مع بعض تجيك واحدة هناك ماذا الشغل بتاعنا الهين دا طبعا عارفين النظام دا ماذا يديل هنا تجيك واحدة من هناك تعاين فيك كده بس النظرة اللي هولا بتقوش نصفة جيدة بيوتها من اليمانيات بتاعتك بس عاينت فيك ادتك كلمتين وخاصة ادتك لو قاشر لك كلمتين ثلاثة بتاعت انجليزي وهي كده اخدت ودت معاك خلاص بعدها تقوم تقول لك اسمع تبقى معانا تمشي معاي ما تبقى معانا جد كويس اتا لو دينك رهيب بتفوت طوالي ويدال هنا اذا خليل الايطاليات ولا الكنديات ودال زات المجهجاتنا نحن ديل التاماتنا كريمات ساي ديل ديل مجهجات الشباب فكيف يديلك طوالي بتمشي معاه وبتركب صليب وبيقى في التحلة التاني بعد ذاك فاذا يا شباب الرحلات العلمية دي للاولاد خطر للاولاد زاتها خطر سيبك بعد ذاك تكون للبنات ومسألة اتاحة الفوضى والفاحشة فده خطر كبير جدا الاولاد البنظموها اما نظمت لبياد اسلامية ما في مانع او نظمت لبلاد غير اسلامية تكون بضوابط شديدة ويكون فيها تشديد في الضوابط وحماية للشباب اللي بمشوا من هنا شان ما يتلوثوا بالافكار بتاعت الكفار وصية القحطان بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطان